ابنية توكيو تهتز مجددا بعد شهر تماما على الزلزال المدمر الذي ضرب اليابان هنا على بعد اكثر من 300 كيلومتر عن منطقة الكارثة يبدو المشهد مختلفا الا ان الحياة تأثرت بالاحداث الجارية في مناطق الساحل الشمالي الشرقي المدمر حيث يستمر البحث عن حوالي 15 الف مفقود والمدن التي نجت من الكارثة تفعل ما بوسعها لمساعدة واستقبال المشردين سووكو يوكو ياما نجت من تسونامي لانها غادرت بسبب الاشعاعات المنبعثة من محطة فوكوشيما النووية المدمرة هنا نحصل على طعام كاف حتى انهم ينظمون حفلات لنا واحضرها لانها تبعدني عن بعض الافكار وانا ممتنة جدا للطفهم وعندما يحل الربيع في توكيو تزهر اشجار الكرز ويزدهر موسم السياحة لكن التسارب الاشعاعية من محطة فوكوشيما ما زال يبعد السياح ورغم ذلك ما زالت ضفة نهر سميدة تجتذب الكثير من الناس وهنا شركة توفر رحلات مائية مقابل تبرعات لصندوق دعم جهود الاغاثة استقليت رحلة في الزورق لأدعم الصندوق من الصعب الوصول إلى هناك لتقديم مساعدة مباشرة للضحايا لكنني أستطيع المساهمة من خلال تقديم التبرعات وهذا المشروع شكل نجاحا كبيرا نحن أيضا ضحايا الكارثة لأن كثيرا من زبائننا ألغوا حجوزتهم ولكن علينا أن نفعل ما بوسعنا لمساعدة الضحايا وكذلك على الطرقات أطلقت مجموعة من الناس حملات للمساعدة على بناء المناطق المدمرة فتوموهيتو موراكامي يحاول فعل أي شيء للمساعدة في إعادة بناء مدينة تاكاتا سبق وتلقينا تبرعات تخولنا مساعدة الكثير من الأشخاص وأنا ممتن جدا لجميع المتبرعين فهم أحيانا يخجلون بتبرعاتهم العينية إلا أن تعاطفهم مؤثر جدا الآن وبعد شهر من الحداد على الضحايا تعد الحكومة اليابانية لإطلاق ورشة إعادة الأعمار وهو تحدي لبلد خسر لتوه موقعه كثاني أكبر اقتصاد في العالم فالتقديرات تشير إلى أن إعادة الإعمار قد تكلف حوالي 292 مليار دولار من دون احتساب تكاليف أضرار كريثة فوكوشيما ولكن في الوقت الحالي يبقى توفير الكهرباء أولوية والشوارع المظلمة تذكر الناس دائما بأن أوقات صعبة تنتظرهم ترجمة نانسي قنقر